اشتركوا في القناة في هذا الاداء الجميل في هذه المكرمة الجميلة مكرمة سيدي الفريق اول صاحب السموشق محمد بن زايد الانهيان في اسبوعها الاخير نتابع المجريات نتابع هنا ضغط العلي بن مطر بن علي بن واسل اكتبي على الصدارة وعلى المركز الاول يسيطر على زمام الامور بينما المركز الثاني هنا حثيث العلي بن سالم بن سعيد لمسافر من ياتي على المركز الثاني وفي المركز الثالث ياتي مياس يمعاب بن حمد بالصقعة لغفل المنطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع يأتينا هنا مروح سالم بن مسلم بن حميد المخبي من يأتينا على المركز الرابع وفي المركز الخامس يصل هداد سالم بن علي بن محمد الشامسي من يأتينا هنا على المركز الخامس هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الأدام المميز الجميل والتحدي بقيادة هنا ضغط على صدارة ضغط على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور علي بن مطر بن علي بن واسل اكتبي من يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى المقدمة حثيث علي بن سالم بن سعيد المسافري على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث يأتي هداد سالم بن علي بن محمد الشامسي من ينطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع مياس يمعى بن حمد بالصقعة لغفل من يأتينا الرابعا وفي المركز الخامس الفارس سالم بن خلاف بن مطار بن علوان لقتبي من يأتي على المركز الخامس هذه هي النتيجة وغادرنا المنتصف 1400 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط نهاية التحدي والإثارة ولا زال ضغط على صدارة ضغط على المقدمة وعلى المركز الأول ولكن أرى من الجانب الثاني من الجانب الثاني هداد هداد يتسلل رويدا رويدا إلى صدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط سالم بن علي بن محمد بن مجير الشامسي من ينطلق في هذه اللحظات على صدارة هنا الفارس سالم بن خلاف بن مطار بن علوان لقتبي مع الكيلو متر الأخير هو صلغازي هو صلغازي غزا غازي على صدارة غزا بن قعيب هنا عبدالله بن حميد بسيب بن حميدان الفلاسي غزا مع غازي في هذه اللحظات إلى المركز الثاني وعينة على الصدارة في هذا الانطلاق المميز ولكن الله غيث غيث محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوى أيضا قادم في هذه اللحظات وأرى اسم جديد شاهين سالم بن حمد بن سالم لغفلي ويأتينا مروح سالم بن مسلم بن حمد لم خيني من يأتينا هنا بهذا الانطلاق الجميل ولكن نعود هنا نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشهوط إلى الفارس المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول سالم بن خلاب بن مطر بن علوان ناكتبي هو المسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة وعلى المقدمة سيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة ها ها تشاهدون على صدارة هذا الشوت وعلى المركز الأول يسيطر كل السيطرة سلام بن علوان سلام على هذا الأداء المميز الجميل التهانينة والناموس وسلام للخوانيك على هذا الأداء المميز تهانينة لسالم بن خلاق بن مطر بن علوان اغتبيه على فوز الفارس بالمركز الأول وتهانين الخلاب بن علوان على هذا الأداء المركز الثاني هنا آتنا غيث لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة ثالثا عندك يا بنقعيب عبدالر بن حمير بن سعيد بن حميدان المركز الرابع كان من نصيب طلوع لمطار بن سعيد بن حلوة لإكتبه وأفضل توقيت أربع دقائق أربعين ثانية وست عشر جزء من الثانية يسجل هنا في هذه اللحظات الفارس السالم بن خلاب بن مطار بن علوان لإكتبه اشتركوا في القناة